السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل داجئ مع حصة جديدة من حصة اللغة العربية لسنة الأولى متوسط المقطع السادس الأعياد تعضي النص صفحة 116 هدية العيد وضعية لانطلاق زائد شرح المفردة زائد الأفكار زائد أفهام النص نبدأ وضعية لانطلاق يقول عليه صلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم تهدو تحابو وهذا حرس منه على تقوية روابط المحبة وتأليف القلوب وروي عند سيد المرسلين أنه قال ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبل والهدية لا ترتبط قيمتها بماديتها ولكن بما تحمله من معاني وما تمده من جسور التآلف بين الأفئدة وقد دأب بعض الناس على أن يجعلوا الأعياد مواسم لتبادل الهدايا والأفراح مع الأقرباء والأصدقاء واليوم سنستمع إلى نص عنوانه هذية العيد والآن أعزائي التلميذ افتحوا كتابكم على الصفحة 116 وتابعوا هدية العيد لم يبقى للعيد إلا يوما هكذا حدث علي الصغير نفسه حين خرج في صباح الباكر حاملا على كتفه صندوقه الخشبي الصغير الذي به أدوات مسح الأحدية وعلى باب المسجد جلس على الأرض في انتظار عميل كان الصبي في تمام الثانية عشر من عمره ومنذ عام مضى وهو يمتهن هذه الحرصة التي تدر عليه مبلغا يسيرا يدفع عنه غائلة الجوع فهو يربح من 30 إلى 40 قرشا في اليوم أما اليوم فيجب أن يربح أكثر قليلا لأنه بعد يومي سيحل العيد ومتاحا للعيد وجب على الصبي أن يحمل إلى أمه المريضة هدية يفرج بها علىه وينفس بعض ما بها وهو يفكر كثيرا في أمه المسكينة ويود مخلصا لو قدم لها شيئا حتى ولم اضطر إلى عدم شراء ثوب جديد يلبسه وهل يلبس ماسح الأحدية جديدا في العيد؟ بل يجب عليه أن يكدح ويكده لكي يحصل على القول وحرام عليه ركوب الألاجيح ورؤية الألعاب ودخول المسارح وما إليها من أدوات اللهو البريء والتسلية المباحة والصغار يذهبون إلى دوي قرباه فيقبلون عديه وبذلك يحصلون على منديل حريري أما هو فليس له قريب طيب نعم لقد بقي للعيد يوم أو بعض يوم ولا شك سيزداد عدد المسحين لأحديتهم وبذلك سيرتفع ربحه وبذلك يتسنى له أن يبتاع لأمه المسكينة المريضة هدية طيبة أنهينا قراءة النص ننطلق الآن إلى شرح المفردات تدر مبلغا تجذب له ربحا غائلة شر هلكا الألاجيح جمع أرجوح وهو آداد تهتز بركبها عامل زبون يكدح يكد ويجد يتسنى يستطيع يمكن أسئلة الفهم العام عما يتحدث النص يتحدث النص عن هدية العيد حول من تجري أحداث هذه القصة تجري أحداثها حول طفل بائس فقير وما مهنته مهنته هي باسح أحديع ما زمنها زمنها هو قبيل العيد عفوا قبيل العيد ما هي الحالة الاجتماعية للطفل حالته الاجتماعية فقير جدا فيما فكر الطفل الفقير بمناسبة العيد فكر الطفل الفقير بمناسبة العيد بالعمل بجد شراء هدية لأمه بما حظت صغير نفسه في طريقه إلى عمله مسح الأحدية حدث الصغير نفسه في طريقه إلى عمله مسح الأحدية بأنه لم يبقى للعيد إلا يوماً كم كان عمر الصبي؟ كان عمر الصبي 12 سنة كم سنة وهو يزاول مهنته؟ يزاول مهنته مدة عام واحد فيما فكر في شراء هدية العيد لأمه ما سفعل الطفل حتى يستطيع أن يقدم هدية لأمه؟ حتى يستطيع أن يقدم هدية لأمه ضاعف عمله في مسح الأحدية هل كانت أرباحه كافية لشراء الهدية؟ لا لم تكن أرباحه كافية لشراء الهدية ماذا قرر؟ قرر مضاعفة العمل لكسب أجر كبير ما الذي يجب على الصغير فعله للحصول على القوت؟ يجب على الصغير للحصول على القوت أن يعمل بكذاح وجد مما حرم نفسه؟ حرم نفسه من رؤية الأراجح دخول المسارح أدوات لهو التسريع المباحة ماذا يريد أن يقدم لأمه يوم العيد؟ يريد يوم العيد أن يقدم لأمه هدية ما حلته للوصول إلى ذلك؟ يدته هي أنه مع قرب العيد سيزداد عدد المسحين لأحد يدهم وسيمكنه ذلك من الحصول على ربح أكبر الفكرة العامة معاناة طفل الفقير والتضحيات لشراء هدية العيد لأمه الأفكار الأساسية الفكرة الأولى عصب الطفل على مضاعفة عمله لإقتداء هدية العيد لأمه الفكرة الثانية التضحيات التي قدمها عليه في ثبيل إسعاد أمه المريضة القيمة التربوية الهدية رسول المحبة بين البشر تفكيرك في إيداء هدية لأمك أحلى من الهدية في حد ذاته إسعاد الأم ورسم البسرة على شفاها أجمل هدية ترجوها من ابنها يوم العيد بر الوالدين مطلوب في كلد الظروف وهكذا عزائي الترامين قد وصلنا إلى نهاية الفيديو وأخيرا لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته